أعلنت المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش راشيل جيف كوت أن أكثر من 600 عنصر من داعش قتلوا واعتقل مئات آخرون خلال العمليات التي نفذت في عام 2022 منوهة أن الآن التحالف الدولي سيواصل الدعم الذي يقدمه لقوات البشمرقة وأكدت جيف كوت أن الولايات المتحدة خصصت 351 مليون دولار لقوات البشمرقة ضمن برنامجها لدعم القوات المشتركة وذلك لتوفير المعدات الهندسية والحربية في إطار جهود مواجهة داعش أشارت إلى أن التحالف الدولي يعمل في إطار مذكرة تفاهم مع قوات البشمرقة لتوحيدها منوهة إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تحسن من التنسيق لمواجهة التنظيم الإرهابي